لو نظرنا إلى رؤية تركيا وإسرائيل في سوريا من منهما تريد مثل هذا السيناريو بجد وصدق وإلى آخر هنا نبدأ نحدد كيف سوف يتصرفان هل تركيا جادة في حرصها على الشعب السوري أجزم بأنها كذلك لكن أيضا تركيا عندها حدودها التي هي أطول حدود مع سوريا تريد أن تحميها من أي اختراقات وعندها لاجئين سوريين تريد أن تجد لهم حلا في داخل تركيا وفي الأرض السورية وعندها قضية الأكراد والانفصاليين داخل سوريا وفي العراق وإيضا في تركيا كيف تستوعبهم في نظام السياسي لآخر نعم إسرائيل قد لا نرى ذلك في العلن أو بأدلة دامغة أو غيره لكن هل هوى إسرائيل مع أنه تلعب بالكرد الكردي كما العلاقات السابقة مع بعض الأكراد في العراق ووصلت إلى حالة كردستان العراق وغيره يعني هل إسرائيل تريد كردستان سوريا لا نسمع تصريحات في ذلك لكن على أرض الواقع هناك شرق الفراد هناك كردستان سوريا وإن كان في القيادة يعني كردستان سوريا المنطقة معظمها بين قوسين نحن نصنع هذه التصنيفات المذهبية والطائفية والعرقية لكن معظمها السنة وعرب لكن الذي يتعكم في شرق الفراد هو الحزب القسد برعاية أمريكية أمريكا مع إسرائيل إسرائيل مع أمريكا إذن هم لهم حسابات في تلك المنطقة يستخدموها للضغط على سوريا نفسها على العراق على إيران على المنطقة العربية ويستفيدوا منها اقتصاديا وغيره أتكلم عن الأمريكان وقد يأتي هذا التحليل ومش متضررين من وجودها تركيا متضررة من هذه المنطقة وتريد وحدة سوريا وتريد عودة اللاجئين السوريين إذن هي حريصة على هذه الحلول هل إسرائيل تريد أي من ذلك؟ إسرائيل بين قوسين بالعامية بقول مش فارقة معها المهم ما أحد يقرب على حدود فلسطين لذلك هي بتقوم وبتقصف وبتضرب وبتدخل في الأراضي السورية عندما تشعر بأن هناك قوة مسلحة اقتربت من حدود فلسطين أو زانت قوتها العسكرية في الداخل السوري سواء كانت ميليشيا إيرانية أو قواعد سورية أو قوة ما يسمى داعش ولا غيره ولا إلى خيره فإذن حتى الآن إسرائيل تعالج الموضوع سيرجيكال يعني جراحيا لا أتوقع أن إسرائيل ستدخل في سوريا لا أتوقع أنها ستقوم بحرب ضد إيران في الأرض السورية طبعا يدخل الملف الإيراني النووي وقصة ضرب المنتقات النووية هذه قصة أخرى ومعادلة كبرى لذلك لا أرى تغير كثيرا في المشهد بين تركيا وإسرائيل في الموضوع السوري كل واحد سيظلوا ماشي على ممده هل تعارض إسرائيل أنه سوريا تتوحد ويرجع الشعب السوري غيرهم مش فارقة معها المهم ما يشكل هذا خطر عليها من جديد أنا لا أريد أن أدخل عقلية المؤامرة لأنه عقلية المؤامرة رح تدخلنا وقد يكون جزء منها كبير صحيح إنه إسرائيل تحب أن ترى العالم العربي مفككا مدمرا مقسما إلا من يخدم مصالحها وتتعاون معه هي تتراشئ أريد أن أصبح جزء من المنطقة كإسرائيل أريد أن أطبع أريد أن يزدهر الجميع الشرق الأوسط الكبير الذي كان يتحدث عنه بيريز إلى آخر لكن فرق بين الأطروحات التي يتكلم فيها الإسرائيليون وبين على الأرض هم لا يريدوا حتى الفلسطينيين في أرضهم ولا يريدوا فلسطينيين الثمانية واربعين عن أي تطبيعة تتكلم عن المنطقة وأنت لا تطبع مع الشعب اللي أنت اغتصبت حقه وأخذت حقه بدل ما تقول تفضل إرجع ونطبع العلاقة معك يعني إسرائيل هذه قصة أخرى طبعا بتقدر تقولها الفلسطينية روحوا وعيشوا طبعا هذا موضوع مثالي الآن ونظري لن ندخل فيه لكن قصة إسرائيل التي لا تفعل شيئا في هذا الموضوع ولا تنصف شعبا تحت الاحتلال هي سائلة في الشعب السوري ولا في الشعوب بالعكس هو قد يضرها أصلا أن الشعب السوري يأخذ حقوقه وتحصل ديمقراطية كاملة بالإستراتيجية الكلية نعم كل دولة رجعنا موررة تانية لكلام دكتور محمد وقلته من قبل أن كل دولة قوية لا تريد دول قوية في جوارها تريد هي أن تكون صاحبة النفوذ